يعني أجبرتني على قول حقيقة أنا أعتذر من أن أقول لك أن الحكومة الأمريكية تكيل بمكيالين بهذا الشيء مثل ما فعلت أيام الحصار في زمن صدام دعت الحصار والشعب العراقي يجوع وكان صدام مختنما دعني أكمل الفكرة للمالك أما مالك هذه الشركة الغير رصينة كل العراقيين يعلمون أنها شركة غير رصينة للأسف مالكيها هم من الشيعة السياسيين حصرا لذلك تراها هي ذاهبة باتجاه الفلك الإيران باعتبار أن الشيعة السياسيين في العراق يحابون التوجه الإيراني أكثر من اللازم وهنا نقصد السياسيون حصرا بل أن المعلومات تشير إلى ركاكة هذه الشركة ليس فقط في موضوع التأخير وغيرها بل أن مالك الشركة وهنا السؤال يتوجه الأستاذ فارس هل يعقل أن شركة طيران فلاي بغداد يمتلكها الشخص وهنا لا أقصد الشخص أنه غير مستوفي لشروط الدراسة وهو باع إطارات كانت في النجف أليس كذلك؟ أليس مثل هذه الشركات يجب أن تبنى بعقل تقدير من أناس يمتلكون تقنية معينة متطورة؟ هذا الجانب أما أي عراق يسألون لماذا تذهب إلى فلاي بغداد ودعنا نتحدث حتى بالعامة طيب دكتور بشير يعني دكتور بشير ترجمة نانسي قنقر